أهلاً وسهلاً بكم في حلقةٍ جديدةٍ من أسرار شرق وسطية. ألغى الجيش التونسي اليوم صفقته حول آنكا أو العنقاء آس مع تركيا. وفي صفقةٍ تتمكن فيها تونس من مقل التكنولوجيا العنقاء آس والدرون التركي إلى تونس. اليوم الجيش يلغي هذا نتيجة اتفاقه مع الأمريكيين إلى 2030. عشر سنواتٍ قادمة في اتفاقٍ مفتوحٍ قابلٍ للتجديد وأيضاً نتيجة الضغوط الفرنسية. لذلك فأصبح التوجه واضحاً باتجاه فرنسا وأمريكا بعيداً عن الأتراك. لكن الأتراك لكن الجيش التونسي الذي تعذر بالتمويل لأنه لم يستطع أن يدفع 15% فقط من الاتفاق الذي حدث ويصل إلى مليار و 360 مليون دولار. نحن أمام استثمار هائل للغاية في كل أفريقيا وهو بدعم من بنك من أكبر البنوك التركية. أمام هذا الأردوغان يقرر على تجاوز هذه العقبة ودفع أن يكون في المئة استثمار في تركيا. مما يحرج الرئيس قيس سعيد مرة ثانية. إن الأتراك اليوم يريدون الاستثمار فقط التراخيص لا يريدون للجيش أن يمول. هم سيمولون ما يريده الجيش وإعطائه الصفقة من 80 مليون دولار على 6 منصات. ست منصات بالكامل يعني في حدود لأننا نحن أمام حوالي ثلاث منظومات لكل منظومة اثنين. لذلك فنحن أمام ستة وحوالي 80 مليون دولار لكل الصفقة في حدود بالنسبة لطائرة الدرون فهي في حدود 13 مليون دولار بالنسبة للعملية بكاملها. هذا الذي سيعطيه سيكون بالنسبة للأتراك هدية إلى الشعب التونسي وإلى جيشه. فهل يقبل قيس سعيد هذه الصفقة؟ اليوم البنك قرر أردوغان أن يتصل ببنك الفرنسي ويعطي هذه الصفقة بالكامل من أجل التمويل التركي على الأراضي التونسية من أجل أنكا أس. انظروا أمامكم إلى الموقع الأقرب إلى المخابرات الخارجية الفرنسية وفيها القرار الجيش بإلغاء هذه الصفقة تحت عنوان أنه لا يستطيع تمويل هذه الصفقة. لذلك فإن قرار أردوغان بأن يكون المليار و 360 مليون دولار متجاوزاً وبالنسبة اليوم ترك أكسيمبانك التركي اليوم لديه اتفاق لدعم السلاح التونسي خصوصاً وأننا أمام اتفاق آخر أمريكي وأيضاً رغبة فرنسية المزدوجة التي ترفض قاعدة صناعية عسكرية في أفريقيا بالنسبة لتركيا. نحن أمام 26 مليون للمنظومة خصوصاً 13 مليون دولار للطائرة الواحدة لذلك فنحن أمام 80 مليون دولار 225 مليون دينار تونسي إن لم أخطئ وبالتالي فهذه العملية التي كانت فيه 2019 اليوم تلغى رسمياً لكن بالنسبة للإجراء القانوني فهو سيؤسس عليه أردوغان مذهباً آخر لأن اليوم فرنسا تعطي بالمجان أسلحتها خصوصاً إلى اليونانيين وفضل أردوغان أن يسلم سلاحه بالمجان إلى تونس من أجل هذه القاعدة التي ستكون مهمة للغاية وسيكون التنافس أمريكياً لأن فيها قاعدة درون أصلاً هي بدأت كقاعدة درون اعترف فيها في 2016 ولكنها بدأت من 2014 في اتفاق سري وأياً كان اليوم أصبحت رسمية ومعلنة لمدة عشر سنوات إذن كانت طائرات درون الأمريكي منطلقة من تونس الصناعة بالنسبة لأنكا أس كانت تركية وأصلاً أتى مارك إسبر من أجل سحب هذا الاتفاق وعدم تصنيع تونس لهذا الدرون هذا مهم بالنسبة إلى الأمريكيين لكن بالنسبة للأطراق فإنهم يقدمون لشعب عربي مسلم هذه الهدية تماماً كما يقدم الفرنسيون سلاحهم إلى اليونانيين وأيضاً سلاحهم اليوم إلى أرمينيا وبالتالي فهذه لعبة المجان هي التي ستجعل الغرب يرضخ بشكل كبير جداً إلى لعبة أخرى كاملة ليس في نقل التكنولوجيا بحسب وإنما في تسليم أسلحة متطورة الجيش اليوم التونسي يضمن له الأطراق استقلاليته أمام القاعدة الأمريكية يضمنون له أن تكون لديه أنكا بصناعة على أرضه ويحمل أيضاً فبريكية الآن تكون هناك صناعة تونسية قابلة للتصدير وليس تركية إنما المالكة تركية ولكن المصنع تونسي وباتجاه كل أفريقيا والسوق الأفريقية إن الطموح على التركي واضح جداً في جعل تونس قاعدة عسكرية صناعية ترفضها بشكل كامل فرنسا لأن هذا سيعطينا قاعدة روسية صينية صناعية كبيرة في الجزائر وأخرى تركية في تونس إنه سباق تسليح للتصنيع لن سيواكب فيه المغاربيون جميعاً وسيكون هناك أمر لا يريده الفرنسيون إنهم يعتبرونه كابوساً كشمع هكذا بالحرف يعبر ماكرون أننا إن تركنا الأطراق في تونس وتركنا الروس والصينيين في الجزائر فإن هذه الشراكات ستصبح غداً لن نسأل عن هذه البلدان ولا عن علاقتنا معها إنه ما يقوله ماكرون وبذلك فهو يدعم وبشراسة أن يرفض أن يرفض التوانسة أي اتفاق مع الأطراق في مقابل الاتفاق مع الأمريكيين لقد استبق الأمريكيون الوضع لكن من 2019 هناك اتفاق أيضاً مع الأطراق تحجج اليوم التونسيون والجيش التونسي بعدم وجود التمويل اليوم ليس هناك عائق أمام هذا التمويل فكيف سيكون؟ إما القرار السياسي اليوم هو الذي سيأخذ المشكلة اليوم هناك بلد يعطيك التصنيع وسيصنع وسيمول وبجميع القانون الاستثماري الذي على أراضيك وبالتالي اليوم هناك أزمة كبيرة بالنسبة لقيس سعيد لأنه أمام جيش قرر قراره بأن ليس لديه ألغى الصفقة على أساس التمويل اليوم هل سيبقى الإلغاء رغم تجاوز هذا التمويل؟ كان الأولى بالنسبة للجيش التونسي أن يصرح قبل أي قرار رسمي بأن المسألة تتعلق لديه بأزمة تمويل فأنا ذاك الشريك سيجد في نفسي هل يستطيع بشكل كامل أن يضع كل التمويل كل المحفظة المالية باتجاه هذا المشروع أم لا؟ الأخطر من هذا ليس هو وجود الـ 15% والتمويل أن يكون تركيا لأن مجرد أن يكون التمويل التركي بشكل كامل هذا ما يرفضه إطلاقا الفرنسيون والأمريكيون ويدعمون أن لا بد أن يكون في حدود الـ 15% أن يكون للتوانس أن يكونوا مشاركين مما يعني على أن إن أراد الأتراك أن يستثمروا اليوم أمام هذه التعقيدات فعليهم أن يدفعوا الـ 15% من المشروع وأن يزيد الأمر عن ذلك بدفع 15% أخرى لإتمام محفظة المشروع يعني أمام 30% الـ 15% التي هم سيضيفونها من المحفظة وأمامنا الـ 15% التي سيشتري بها التوانسة وستحول إلى التوانسة وبالتالي فالأمر يتعلق بأرقام صعبة للاستثمار وبالتالي أصبح الأمريكيون مقتنعون حسب أوراقهم على أن الأتراك لن تكون أمامهم الفرصة في الاستثمار أمام هذه التعقيدات الشديدة للغاية حسب هذا التعبير وبالتالي أصبح الأمر واضحا جدا أننا أمام تعقيد مقصود للغاية أمام المصطرة الاستثمارية من جاء وأمام ضغوطات على الجيش التونسي وأيضا الضغوطات السياسية على العاصمة تونس وعلى رئاستها واليوم القرار هو بيد الرئيس لأن القول أن هناك عدم تمويل القرار السياسي في تركيا كان واضحا ولا غبار عليه لا مشكلة في هذه الناحية فهل سيتواصل المشروع الآن؟ ليس هناك قائد أركان في تونس هناك وزير دفاع والقرار الآن السياسي القرار قريب جدا من الفرنسيين إلى حدود اللحظة في وزارة الدفاع فهم لن يجيبوا على هذا لن يجيبوا وبالتالي فإن الأجندة قد تكون باتجاه جدولة زمنية وفي هذه الجدولة سيكون تعقيدات إضافية وبالتالي سيكون عدم الرفض ولكن التعقيد الناجس سيكون هو المصير بالنسبة لهذا المشروع بالنسبة للأمريكيين وهنا يوضحون بأن كل الغطاء كل الغطاء الذي سينجده الأمريكيون في قاعدة بن زر سيكون باتجاه واحد أساسا هو إعطاء هذه القاعدة كل الخاصيات التي يمكن أن تكون فيها قاعدة متوجهة واستراتيجية ومندمجة إلى جانب قواعد بحرية وبرية مستقبلا وستكون الأمور هنا باتجاه قاعدة متوسطية أمام السودا اليونانية وهذا الاتصال إيطالي يوناني تونسي باتجاه براخان هذا الخط هو الذي يريده الأمريكي ويريده الفرنسي لصناعة المثلث ما يسمى بالمثلث الذي يبدأ من سودا ولا ينتهي في براخان ويمر إلى الأطلسي ومن ثم إلى باريس عبر هذا الشاطئ الطويل شكرا جزيلا وإلى اللقاء